حديث أكثر عن هذا الموضوع يلتحق بنا الآن على المباشر من ولاية الوادي الأستاذ عبد الحميد فرج، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مسأل خير أستاذ مسأل خيرات أختي كريمة، مسأل خيرات لكل المشاهدين الكرام شكرا لك، بداية أستاذ عبد الحميد فرج نستهل نقاشنا في المحور الأول ما تعلق بتصريحات وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم لدى مشاركته في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي صبري بقدوم قال بأن الجزائر ترفض التهجم على مبادئ ورموز الدين الإسلامي كما أن الجزائر تحرص دائما على محاربة الإرهاب وتشفيف منابعه بالإضافة إلى تصريحات أخرى بداية أستاذ عبد الحميد فرج، كيف تقرأ هذه التصريحات في ظل، خلن نقول اليوم، التكلب الإعلامي على الجزائر نعم، بداية هذه الدورة تأتي في ظل أو خضم تحركات وأحداث عالمية كبرى تشهدها المنطقة على وجه الخصوص الكثير من تفاصيل الأحداث التي كانت جزائر لها مواقف ثابتة فيها صرح من خلالها رئيس الجمهورية سابقا والآن وزير الخارجي يعبر عن المواقف الثابتة للخارجي الجزائرية الدورة المنطقة الجزائرية التي تشهد دائما مواقف ثابتة، مواقف دقيقة ووقوية في العديد من المحطات والعديد من الأحداث التي تشهدها المنطقة أو تشهدها العالم ككل ومن بينها القضية الفلسطينية، القضية الصحروية، القضية العادلة على مستوى العالم ككل ومن بينها كما قلت هذه المنظمة وهذه التصريحات التي جاءت في هذا الاجتماع الأخير عبر عنه وزير الخارجية بتصريحات دقيقة وواضحة ويؤكد المواقف الثابتة السابقة للدولة المنطقة الجزائرية هي ليست مواقف جديدة ولكن هو يعبر عنها ويثبت أن الجزائر مازالت تدعم هذه المنظمات التحريرية الواقفة على حقوقها في عدة مناطق من العالم وخاصة منها كما قلت القضية الفلسطينية على الرأس القائمة ثم القضية الصحروية وغيرها من المواقف العادلة التي تقف لها أو جنبا إلى جنب هذه القضايا قلت صبري بقدوم وزير الخارجية عبر عن مواقف الثابت لخارج الجزائرية والجزائر في هذا الوقت وفي هذه الأحداث وذكرتها في التقرير السابق عندما هذا البيان الذي أصره البرلمان الأوروبي وغيرها من الأحداث أو من القوى الخفية التي تقف من أجل تأجيج بعض الصراعات أو تأجيج بعض المواقف التي تريد أن تحرج الجزائر تريد أن تضغط على الجزائر من أجل افتكاك بعض المواقف أو التراجع في بعض المواقف التي مزالت الجزائر لحد اللحظة ثابتة على تلك المواقف وعبر عنها كما قلت بالأمس فقط وزير الخارجية صبري بقدوم طيب أستاذ عبد الحميد فرش كذلك جزئية أخرى كان أشر إليها وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم فيما تعلق بالجهود التي لا تزال تبدوها اليوم الجزائر لتعزيز المكاسب في مجال مكافحة الإرهاب وأن اليوم الجزائر مصممة بشكل كامل على تعزيز تعاون الإقليمي والدولي في مكافحة هذه الآفة وتشفيف مصادر تمويلها والتأكيد على أهمية التضامن أو أهمية التنمية خلينا نقول لضمان الأمن الوطني جزئية جد مهمة فيما تعلق بمكافحة الإرهاب والإستراتيجية التي أصبحت اليوم تنتهجها أقول الجزائر في ظل أن العديد من الدول والعرأسها فرنسا نجد صفقة الأخيرة صفقة تحرير الرهائن أبانت عن كيف تتعامل الدول التي تتغنى بمكافحة محاربة الإرهاب ولكن على النقيد من ذلك نجد أنه يوجد هناك صفقات تعمل على تحرير العديد من الإرهابيين الجزائر عندما تتحدث في ملف الإرهاب فهي تتحدث من باب خبرة من باب أنه عايشت تلك الظاهرة المريرة جدا تلك الفترة التي عانى منها الشعب الجزائري ككل بهذه الظاهرة السلبية على مستوى العالم ككل كما قلنا وليست في الجزائر فقط ولكن الجزائر عندما تتحدث فيتحدث من باب خبرة من باب أنه لديها استراتيجية واضحة في هذا المجال ومن بينها كما ذكرت أنه دانت مباشرة وأصدر قرار بمنع أو تجريم دفع الفذية ولكن كما قلت الدول الأجنبية تتعامل الكيل بمكالين تتعامل بازدواجية في الخطاب تتعامل بازدواجية في المواقف عندما تدين في بعض المواقف شيء معين ثم تنقلب عليه وتدفع الفذية لتحريره وغيرها من هذه المواقف التي كان من الممكن لو أخذ برأي الجزائر في هذا الإطار والجزائر كما قلت لها كثير من المواقف وكثير من الدول عندما عانت من تلك الظاهرة مؤخرا بدأت ترجع لمواقف الجزائر بدأت ترجع لتجربة الجزائر في مكافحة هذه الظاهرة بدأت ترجع للخبرة الكبيرة التي اكتسبتها الدبلوماسية الجزائرية لإكتسبتها قوات الأمن الجزائر التي اتبتها المنظومة السياسية ككل في الجزائر لمكافحته الظاهرة بل أصبحت الجزائر الآن تسوق لتلك التجربة أصبحت تعطي تجارب تعطي دروسا في هذا المجال بل أكثر هذا كما قلت أنه نجحت في إصدار قرار بتجريم دفع الفذية وهو ما يجب على العالم ككل وعلى منظمات الدولية أو الهيئة الدولية الرسمية لأمم المتحدة والاتحاد الأفريقية والاتحادات الأخرى حتى الاتحاد الأوروبي وفروض أنه يعمل ويدفع لتجريم هذه الظاهرة ليدفع الفذية وعزل منابع أو تجفيف منابع تمويل الإرهاب سيد عبد الحميد أسيد عبد الحميد فارج نتوقف عند هذه الجزائية فاصل مشاهدين ومهتملا نعود لإستكمال النقاش بقوم معنا نمر الآن إلى جزئية أخرى دائما فيما تعلق بأهم التصريحات التي وردت على ليسان وزير الشؤون الخارجية صبري بقدم خلال مشاركته في الدورة السابعة والأربعين مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي كان في الآخذ أشر إلى جزئية جد مهمة إلى أي مدى يمكن العمل عليها فيما تعلق بالدعوة المتعلقة إلى إصلاح شامل وعميق للمنظمة لجعلها أكثر قوة وصلابة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية خاصة ما تعلق بحملات الإسلاموفوبيا التي أصبحنا اليوم نشهدها في عدد من الدول الأوروبية نعم وهي النقطة التي يجب على جميع الدول الإسلامية أن تعم عليها في هذه المرحلة القادمة لأن هذه التكتلات الإقليمية المنظمات الإقليمية التي ترعاها بعض القوى الكبرى على مستوى العالم هي أداة طيعة في تلك القوى الكبرى لتحقيق مآرب معينات تحقيق مآلة سياسية وقتصادية وضغط على الدول لإفتكاك كما قلت بعض المواقف على مستوى العالمي وعلى مستوى الأحداث العالمية قلت على المنظمة أن تعمل لإصلاح نفسها أن تكون أكثر قوة أن يكون صوتها مسموعا كما ذكر وزير الخارجي أن تكون أكثر قوة في مواقفها أن تكون أكثر قوة في تحركاتها على مستوى الدفاع على الكثير من قضايا المسلمين على مستوى العالم هناك اضطهاد كبير جدا هناك قوى تعمل على إبعاد أو عزل الدول الإسلامية ككل يعني بمجملها على ساحة الأحداث الدولية ولكن من بين المهاملة المنطبة بهاتي المنظمة أن تعمل على إسماء صوت المسلمين على مستوى العالم ومن بينها الإشكالية التي تذكرها البيان وتذكرها السيد وزير الخارجية التي هي محاربة الإسلاموفوبيا الجاليات الإسلامية على مستوى العالم تعاني كثير من هذه الظاهرة الكثير من العنف الممارس على تلك الجاليات في هذا الباب أن الكثير من يتخذ ذريعة حرية التعبير للمس بالأديان ونحن نعلم أن هذا أديان مقدس على مستوى العالم ككل ومن بينها ديننا للإسلام الحنيف وبينها رسولنا عليه الصلاة والسلام تلك الشخصية على مستوى العالم التي أنارت العالم على مستوى كثير من المحطات والعالم والغرب أصلا يقر بتلك الشخصية الفذة على مستوى العالم هذا على مستوى إن لم نقول على مستوى الدين أصلا يجب أن ندافع عليه فما بالك على مستوى منظمات دولية ومن بينها منظمة التعاون الإسلامية يجب أن يكون صوتها أقوى صوتها مسموعا أكثر ولكن بإصلاح جذري على مستوى الهيكري على مستوى التنظيمي على مستوى إصدار قارات وذكر سيدة سابري بقدوب أن نصل إلى أقصى حد ممكن من الإجماع بين الدول الإسلامية ككل إذا نصل إلى الإجماع نصل إلى التوافق بين تلك المواقف سنستطيع أن نتكلم بصوت واحد بصوت يسمع العالم بصوت نستطيع أن نتحدى من خلاله كل تلك المنظمات العالمية وتلك القوى الدولية لإفتكاك مواقف والإفتكاك أيضا تراجع عن هذه الممارسات التي تدار أو تمارس باسم حرية التعبير طيب بالحديث عن الممارسات التي أصبحت اليوم تمارس باسم حرية التعبير في العدد من الدول الأوروبية ولعل المثال إذا تحدثنا عن فرنسا والسياسة اليوم التي أصبحت تنتهجها نجد على نقيد من ذلك البرلمان الأوروبي الذي أصبح اليوم يهتم بالشأن الداخلي للجزائر متناسيا كل ما يحدث في العالم من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان طيب أستاذ عبد الحميد فرج كيف تعتبر هذه اللائحة؟ وخي نقول بوضوح إلى ماذا تهدف بالتحديد نعم يقال إذا عرف السبب بطر العجب في هذا الإطار الجزائر كانت لها مواقف صريحة مؤخرا هناك العديد من المواقف التي اتخذتها الدولة الجزائرية وعبر عنها سيد الرئيس الجمهورية عبد ناجي تبون ثم عبرت عنها الخارجي الجزائرية باسم وزير خارجية صبيب قدوم وعبرت عنها في بيانات متعددة أن الجزائر مع القضايا العادلة ومنها على رأسها القضية الفلسطينية أيضا القضية الصحراوية أيضا الكثير من تلك التحالفات التي تقوم بها الجزائر أو عموما كل الدبلوماسي الجزائرية تستطيع أن تتخذ مواقفا مشرفة في هذا الإطار لذلك الجزائر تدفع ثمن تلك المواقف الثابتة تلك المواقف التي عبرت عنها كما قلت في العديد من المرات أيضا هذا في جانب أول الجانب الثاني أن الجزائر بدأت نستطيع أن نقول أن تتوجه نوعا ما منح اقتصادي آخر تتوجه نحو محاور اقتصادية أخرى تتوجه نحو التحالفات لم ترضي تلك الأطراف الخارجية لذلك يجب أن نضغط عليها بهذه البيانات مع أنه كما يعرف الجميع أن بيانات البرلمان الأوروبي هل الأمر كذلك أنه يوم الجزائر غير ملزمة هي بنات على مستوى الواقع طيب أستاذ عبد الحميد فرج هل الأمر كذلك علاقة بالحديد دائما عن السياسة التي أصبحت اليوم الجزائر الجديدة تنتهجها من خلال العمل على تنويع شركائها من خلال كذلك إعلانها عن إعادة النظر في اتفاقية الاتحاد الأوروبي الأمر الذي قد لا يخدم أجندة المستعمر القديمة نعم بالضبط وهذا ما كنت أتحدث عليه لأنه هي مواقف وهي بيانات تدل وتنم على عمق استعماري قديم هو عبارة عن بحث عن الكنز المفقود أو غير ذلك من هذه النوايا التي تساقل الجزائر أو تقامل الجزائر في هذا الإطار قلت هي بيانات توقيتها يدل على هدافها توقيتها يدل على أنه ليست بريئة لأهداف هذا البيان هي الضغط على الجزائر كما قلت في عدة أطراف ولكن هي استغلت بعض الأطراف الداخلية وهذا ما أريد أن أؤكد عليه هنا هي لم تتخذ هذا الموقف أو هذا البيان هكذا عفو اعتباطيا ولكن وجدت من يساندها في الجزائر هنا وبعض الأطراف التي دفعت أو طالبت بهذا البيان أو اشتكت لتلك المنظمات وهو الشيء الذي يستغرب هنا كيف لجزائري أن يصل لتلك المنظمات وأن يطلب بالدفاع عن حقوقه التي يمكن أن يستردها هنا في الجزائر ولا يذهب إلى تلك المنظمات التي لن تريد ولا تحب طبعا الخير للجزائر وتستغل تلك المواقف وتلك البيانات وتلك المطالبات للضرب الجزائر في مواقف أخرى وليست بنية حرية التعبير أو الدفاع عن حرية التعبير أو دفاعا على الحريات بصفة عاملة التي نادت بها هذه المنظمات بل أكثر من هذا البيان الذي صدر من البرلمان الأوروبي تحدث على نقطة مستغربة جدا نقطة لها دلالات غريبة جدا عندما يتحدث على أنه وذكرتها كذا بالصيغة أنه ضمان المسائلة الكاملة والرقابة المدنية والديمقراطية على القوات المسلحة وما داخل البرلمان الأوروبي في مسالات القوات المسلحة الجزائرية في الجيش الجزائري في تلك البيانات أو تلك الأشياء التي مفروض أنه بعيدة كل البعد أنه نطرحها هنا في هذه البيانات الارتحاد الأوروبي أو غيرها من أي منظمة أخرى الجيش الجزائري جيش جزائري مستقل له سيادته من يحدد صلاحياته من يحدد مهامه هو الدستور الجزائري من يحدد صلاحياته هناك مؤسسات على مستوى الدولة ولا ننتظر من يعطينا تعليمات في هذا الإطار أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ عبد الحميد فرج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حدثنا عن المباشر من ولاية الوادي جزيلا شكرا لكل هذه التفاصيل التي قدمتها حول هذا الملف مشاهدين